سليم أملاح يعود لتداريب فالنسيا قبل القمة المنتظرة أمام برشلونة ميلان الإيطالي يضع أمرابط ضمن أولوياته في مرحلة الانتقال التشتوية المقبلة سجل الدولي المغربي سليم أملاح عودته إلى التداريب الجماعية الاعتيادية مع ناديه فالنسيا بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن سليم أملاح يتدرب مع الخفافيش استعدادا لمواجهة نادي برشلونة السبت المقبلة لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني وحسب صحيفة آز فإن سليم أملاح مرشح للمشاركة في مواجهة برشلونة أساسيا بعدما انقضم أخيرا في تداريب فالنسيا بعد أسبوع من المران الانفرادي تزامنا مع مرحلة التأهيل البدني الذي يلي الشفاء من الإصابة وكان أملاح قد غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي خيتافي بسبب الإصابة كما غاب عن المعسكر الأخير للمنتخب المغربي الذي تخللته مواجهة تنزانيا عن تصفيات كأس العالم 2026 وشارك أملاح في عشر مباريات مع ناديه فالنسيا هذا الموسم معارا من نادي بلد الوليدي ميلان الإيطالي يضع أمرابط ضمن أولوياته في مرحلة الانتقال التشتوية المقبلة أبدت إدارة فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم رغبتها في ضم الدولي المغربي سفيان أمرابط المعاري من فيورنتينا إلى مانشستر يونيتد الإنجليزي وأوضح موقع كيانيتا ميلان أن الروسونيري يريد من فيورنتينا فسخ اتفاقية الإعارة من أجل ضم أمرابط في المركات الشتوي المقبلي وأشار المصدر ذاته إلى أن ميلان مستعد للحصول على الدولي المغربي في يناير بناء على نفس ترتيبات الإعارة التي أبرمها فيورنتينا مع الشياطين الحمر وشدد المصدر ذاته على أن ميلان على استعداد لدفع رسوم إعارة أمرابط من يناير إلى يونيو مردفاً أن الروسونيري مستعد للاحتفاظ بحق الشراء مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين مكافأة في صيف 2024 تجدر الإشارة إلى أن أمرابط كان قد وقع في كشفات مانشستر يونيتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء قادماً من فيورنتينا الإيطالي ترجمة نانسي قنقر